يبقى هذا الحديث المروي عن سيدتنا أسماء ستنا أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين زوجة سيدنا الزبير ابن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة أم سيدنا عبدالله ابن الزبير ولها أبناء كثيرين غيره رضي الله عنها وأرضاه قديمة الإسلام أسلمت قديما مع أبيها وهي أكبر من سيدتنا عائشة فهي أخت سيدتنا عائشة لأبيها ليست أخت شقيقة لسيدتنا عائشة هي التي تروي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه على عادته عندما يخطف في الناس يبدأ بالحمد والسناء على الله ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقول ما يريد أن يبينه للأمة ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار يبقى ربنا كشفله هو بيصلي في محرابه أثناء الصلاة رأى الجنة والنار ورأى يوم القيامة وكل ما فيه من حساب ورأى السراط والميزان والناس وهم يعبرون على السراط ورأى أهل الجنة يتناعمون في الجنة وأهل النار يتناعمون في النار ورأى أهل القبور ماذا يحدث لهم يعني ربنا أرى كل العوالم دي عوالم البرزخ وعالم الفبعث والنشور وعالم القيامة والحساب وعالم الجنة وعالم النار كل العالم دي ربنا كشفها لو أثناء صلاة وده يدلك على أن النبي يكشف له في صلاته مثل هذا الكشف الكبير ولا يتلجل في قراءته ولا يختلف عليه القرآن حتى تعلم أن وجدان النبي وإدراكه غير إدراك الإنسان المعتد لأنت لما ربنا بيكشف لك بس معنى في آية وإنت بتعرى كده بتنسى اللي بعدها بتنسى أنت كنت بتعرى في أي صورة وتسرح في المعنى ده معنى بس إيه جال في خاطرك فما بالك لو عينك كمان شايفه حتى يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر البشر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يشغله شأن عن شأن وده ليست من صفات البشرية المعتادة البشرية مخصوصة لأنه ده رسول الله فتلاقي كل الشؤون أمامه وما زاغ البصر وما طابع فدي خصوصية عجيبة في حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمكن لم يشاركه فيها نبي غيره صلى الله عليه وسلم